أزمة جوازات السفر شرفت على الانتهاء فبعد تصريح اللواء عباس إبراهيم عن حلحلة في مطلع الأسبوع القادم جون من الأمل عما في صفوف المواطنين من الاثنين القادم ستبدأ المدرية العامة للأمن العام برفع انتجيتها بإصدار جوازات السفر فبدلا من إصدار 1500 جواز يوميا ستضاعف العدد إلى 3000 جواز يوميا وبدلا من تسليم جوازات قديمة ستعمل على إصدار الجوازات الجديدة أي البيومترية إلا أن الضغط الشديد على منصة حجز المواعيد التي كانت من أكبر هموم المواطن كلما قرر تجديد جواز سفره ستجهد حلحلة تدريجية من خلال إعادة جدولة المواعيد في تقنية 3-1 أي سيتم جمع كل ثلاثة أيام في يوم واحد وعلى ذلك فمن كان موعده بعد شهر سيصبح بعد 15 يوما أو عشرة أيام تقريبا وستصله رسالة نصية بالموعد الجديد لكن هذا لا يعني أننا نودع المحصة لبل كل من يريد حجز موعد جديد سيلجأ لها للحفاظ على التنظيم المديرية العامة للأمن العام لم تقف هنا لبل ستعمل على إلغاء اللجنة المخصصة التي تبط بالطلبات الاستثنائية والشروط المقدمة من قبل المواطنين كما أعلنت عن إطلاق مناقصة جديدة لشراء جوازات سفر مما يسمح لها بتخزين الجوازات تفاديا للأزمة التي كانت عانت منها في السنتين الماضيتين ترجمة نانسي قنقر